عندنا بقى بنتابع معاك أخبار الانتخابات الأمريكية التمهيدية الحالية والاستعداد طبعا لانتخابات نوفمبر والمحاكمات الخاصة طبعا بالرئيس ترامب عندنا الحياة بالنسبة لترامب بيقترب من اقتناس ترشح الجمهوريين للرئاس وتعهد بطرد بايدن من البيت الأبيض حقق الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري المحتمل لانتخابات الرئاسية دونالد ترامب أمس فوزا سهلت على منافسته الوحيدة نيكي هالي في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية كارولاينا الجنوبية وده بحسب نتائج بستها وسائل الإعلام الأمريكية وبعد تلك النتيجة بات واضحا أن ترامب الذي يعني دلوقتي 77 عام يواصل سلسلة انتصاراته مقتربا بشكل شبه مؤكد من نايل ترشح الحزب الجمهوري له لخوض انتخابات الرئاسة المرة الثالثة على التوالي والتنافس مجددا أمام بايدن ليه مرة تالتة؟ هو المرة الأولى طبعا فاز في الانتخابات أمام هيلاري كلانتون بعد كده المرة التانية بايدن اللي فاز وهو دلوقتي هيبقى المرة التالتة اللي عايز يستكمل فيها الفترة الرئاسية التانية اللي هي أربع سنين وفي أول تصرحات لترامب بعد فوزه وكان في كولمبيا عاصمة الولاية قال طبعا أنه جو بايدن انت مطرود وجه حديثه لجو بايدن قال له انت مطرود وكان ترامب يتحدث أمام جمع من أنصاره وسط الهتفات والتصفيق طبعا بالنسبة لنيكي هيلي وبعد الخسارة الكبيرة دي برضو قالت أنا وعدتكم أن أنا هكمل وهكمل المشوار لأن هي عندها أمل كبير أنه يصدر قرار من المحاكم المحاكمات الكثيرة اللي بتحاكم فيها ترامب أنه هو يعني ما ينفعش أنه يترشح وهي اللي تكون مرشحة الحزب الجمهور أقول التالي لدونالد ترامب إذا كنت تحظى بدعم النخبة السياسية فاحتفظ بهم لأنني لم أرغب يوما في العمل معهم بل أردت دائما خدمة الناس ونحن في وضع مماثل اليوم إذا نظرنا إلى كل العاملين في العاصمة نلاحظ أن مشاريعهم لم تعد تناسبنا هل تعرفون أن للكونغرس وظيفة واحدة مهمة واحدة ألا وهي إعطاء ميزانية في وقتها المحدد ولم يتمكن الكونغرس من إعطاء ميزانية في وقتها المناسب إلا أربع مرات في أربعين عاما الذي كبدها مرارة الخسارة صناديق التبرعات أيضا جاءتها عاجزة حملة التبرعات ما عادت تنفع بعد خسارتها في عدة ولايات لكن هي الابتسامة ذاتها وقوة الكلمة قلت في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه بغض النظر عما يحدث في ساوث كارولاينا سأستمر في الترشح للرئاسة أنا امرأة تفي بكلمتها حديث الداعمين لم يكن كافيا للالتفاف حولها حتى النهاية مجموعة أمريكيون من أجل الرخاء أوقفت تمويلها لحملة نيكي هيلي بعد دعمها لشهور الخسارة في ساوث كارولاينا أنهنت المساندة من أكثر الذين كانت تعاول عليهم ماديا طريق هيلي إلى ميشيغان يبدو صعبا قد يغلق في وجهها هو الآخر وفق آخر استطلاع لكن الدعم لا يقف عند مجموعة أمريكيون من أجل الرخاء وإن كانت الأكثر سخاء هيلي لا تزال قادرة على جمع مبالغ مالية كبيرة بمفردها وإتمام الطريق أيضا نحن متجهون إلى ميشيغان غدا وسنتوجه إلى ولايات الثراثاء الكبير طول الأسبوع المقبل انتخابات تمهيدية للحزب الجمهوري مقررة في الخامس من مارس المقبل في أكثر من ولاية المنافسة باتت غير متكافئة كفة تميل إلى ترومب بفوز كاسح في أغلب الولايات زي ما سمعت في التقرير موضوع ميشيغان تومورو إن شاء الله وموضوع الثلاثاء الكبير بالنسبة لميشيغان حضراتكم بدأ زعماء من الجالية العربية والأمريكية المسلمة في ميشيغان على إنهم ضغطوا بيضغطوا دلوقتي على الناخبين لعدم التصويت لصالح بايدن بالانتخابات التمهيدية الرئاسية المقبلة ميشيغان على فكرة كانت هي اللي نجحت بايدن بشكل كبير جدا في الانتخابات السابقة طبعا طب ليه معترضين على إيه الحقيقة سكان ميشيغان؟ معترضين على إنه طبعا دعم لا محدود من قبل إدارة بايدن لإسرائيل في الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر وإن ده يعتبر ضرر كبير جدا بالنسبة للرئيس بايدن وهم تعهدوا إنه هم مش هيدعموه يريدوا الناخبون في الولاية المتأرجحة ولاية ميشيغان أن يدعموا المستقلين بدلا من بايدن والحقيقة إنه سمراء لقمان التي تتولى رئاسة حملة التخلي عن بايدن في ميشيغان كانت قالت في تصرحات لشبكة سيبي اس نيوز سنستمر في التخلي عن بايدن مهما حدث ده قالوا إحنا هنديك صفر بنتعهد إنك تاخد صفر في هذه الانتخابات طيب إيه موضوع السلساء الكبير ده وحبينا برضو ندي لحضراتكم فكرة عنه كده بسرعة إنه السلساء الكبير ده كلمة السر في حسم تصويت التمهيدي اللي بيدلي السلساء ده بيدلي في حوالي تلت الناخبين الديمقراطين بأصواتهم في ترشيح الحزب للرئاس بتصوت في حوالي 14 ولاية أمريكية وإقليم واحد كذلك للحزب الجمهوري كذلك الحزب الجمهوري بياخد انتخابات تمهيدية ومؤتمرات حزبية في يوم السلساء الكبير بداية السلساء الكبير بدأ هذا التقليد في ثمانيات القرن الماضي بعدما مني المرشح الديمقراطي لرئاسة الأمريكية والتر ماندلي بهزيمة أمام رونالد ريجن في عام 1984 قرر الديمقراطيون في الولايات الجنوبية منذ ذلك الحين أن يجروا الانتخابات التمهيدية في وقت مبكر أي في مارس حتى يرجحوا كافة مرشح أكثر محافظة مرشح أكثر محافظة أو ما يوصف بموضوع الولايات المعنية بالمعتدل هل التقرير ده بصوت زميلي؟ طيب على اعتبار دلوقتي احنا طبعا منفهم حضراتكم أنه 14 الولايات منطقة أمريكية اسمها سامو بتشارك في هذه الانتخابات الثلاثاء الكبير سيكون يوم الخامس من مارس القادم في هذا اليوم ستصوت 15 ولاية أمريكية في الانتخابات التمهيدية للحزبين الجمهوري والديمقراطي ويأتي هذا اليوم غالبا في شهر مارس وأحيانا في فبراير وتتصف نتائج تصويت هذا اليوم بأهمية بالغة لأنها تحدد حضوض كل مرشح وظهر الثلاثاء الكبير بصيغته الحالية في عام 1988 عندما قررت 16 ولاية جنوبية إجراء انتخاباتها التمهيدية في مارس بدلا من وقت لاحق من عامل انتخاباته في محاولة لكسب تأثير أكبر في اختيار المرشحين الرئاسيين وبحسب تاريخ الانتخابات الأمريكية فإن الفائز في يوم الثلاثاء الكبير يصبح بنسبة كبيرة مرشح حزبه لخوض الانتخابات الرئاسية وبينما يبدو مرشح الحزب الديمقراطي شبه محسوم لصالح الرئيس جو بايدن فإن حرب الحزب الجمهوري الانتخابية بين الرئيس السابق دولالد ترامب ومنافسته نيكي هيلي لا تزال بحاجة إلى الحسم رغم توقعات كبيرة بفوز ترامب بترشيح الحزب ترامب كمان أطلق تسريحات نارية وتحدث عن الديمقراطية الأمريكية حيث رسم دونالد ترامب خلال التجمع السنوي الكبير للمحافظين يوم السبت الماضي صورة لديمقراطية أمريكية اعتبر أنها أضحت على شفى الهوية ومعرب أو كان أعزى هذا الأمر إلى جو بايدن وقال أن البلاد بيحكمها طغا وفاسدون وفاشيون ووسط هتفات مئات من أنصاره الذين اعتمروا بأحرف زهبية كبهات حمراء كتب عليها اسم ترامب قال الرئيس السابق دونالد ترامب أن التصويت يعتبر تذكارة عودتكم إلى الحرية وجواز سفاركم للخروج من الطغيان على مدار نصف ساعة ونصف الساعة أطلق ترامب تسريحات نارية بشأن المهاجرين قال أن هم بيقتلون مواطنين ويقتلون بلدنا لا يمكن لأي دولة أن تتحمل ما يحدث في الولايات المتحدة منددا بالسياسة الهجرة اللي بينتهجها بايدن وتحدث أيضا أمام مؤتمر العمل السياسي المحافظ وقال أمريكا استحالت كابوسة تحولت إلى كابوس أو بتعاني من كابوس بسبب في ظل رئاسة بايدن تعهد أيضا معالجة كل المشاكل عند عودته للبيت الأبيض بما فيها مشكلة المهاجرين اللي بتعتبر تهديد للمقراطية على حسب قولي وأنه بايدن محاط بالفاشيين وعد ترامب أنصاره بأنه يكون الانتخابات في الخامس من نوفمبر يوما للتحرير بالنسبة لهم وجيه برضو خبر تاني الحقيقة كان تحدث فيه هونتر بايدن هونتر بايدن كان بيتحدث عن موضوع تعافي من الإدمان وبيقول أنه هو بقاء واعي بقاء واعي يمنع ترامب من العودة للبيت الأبيض حيث قال هونتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن والمتعافي من الإدمان إن معركته للبقاء واعي تعتبر معركة فريدة من نوعها لأن الفشل فيها سيستخدم كسلاح سياسي ضد والده الساعي لولاية ثانية في البيت الأبيض وده كان خلال مقابلة قال طبعا أن أهم الشيء هو التعافي وأنه هو بيعتبر نفسه دلوقتي أنه هو قاعد ليه فترة طويلة متعافي تماما وأنه هيستمر وأنه كل ده علشان خاطر طبعا دعم والده بالنسبة للانتخابات القادمة أما بقى بالنسبة لموضوع طبعا كان برضو الاستقناف المحاكمة المحكمة أو القرار اللي كان صادر من نيورك ترامب استقناف للمحكمة في نيورك على الحكم الصادر بتغريمه 464 مليون دولار وفي نفس الوقت برضو كان كمان فيه برضو الحزاء الدهبي اللي كان عرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيقال أنه هو يعتبر فيه كان أشهر تيجر ساعات في العالم دفع 9000 دولار مقابل حزاء ترامب ومازال طبعا بيحاول أنه هو يكسب لأنه هو دلوقتي معرض أنه يدفع أموال طائلة بسبب المحاكمات فبيحاولوا دلوقتي أنه يشوفوا يعني يدخلوا تبويل بأي شكل عشان يكمل المعركة الانتخابية